جمعية دار البر تقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد حياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس الفقه الميسر ما زلنا في مسائلي وأحكامي الصلاة لعلكم تذكرون في المجلس السابق تحدثت عن أحكامي أو تحدثت عن أركان الصلاة أركان الصلاة في هذا اليوم سأتحدث عن واجبات الصلاة وذلك في المسائل التالية أولا بالنسبة لواجبات الصلاة ثمانية وهذا بالاستقراء ومعنى الاستقراء يقوم العلماء بجمع النصوص في القرآن والسنة الواردة في هذه المسألة وتبسيط هذه المسائل للناس حتى يسحلون العلم لدى الناس المسألة الثانية أن من ترك واجبا من واجبات الصلاة عامدا متعمدا بطلت صلاة وهذا ضابط مهم في أبواب الصلاة أن كل من تعمد ترك واجب من واجبات الصلاة فقد بطلت صلاة المسألة الثالثة أن من ترك واجبا من واجبات الصلاة نسيانا نسيانا فينظر فإن تذكره في محله أتى به تذكره في محله أتى به وإن تذكره بعد فوات محله بحيث تلبس بالركن فإن لا يأتي به وإنما يجبره بسجدتي سهو كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما نسي التشهد الأول وتلبس بالركعة الثالثة أتى بسجدتي السهو في آخر الصلاة في آخر الصلاة المسألة الأخرى أن هناك فرق بين الركن والواجب فالركن لا يسقط بحال الركن لا يسقط بحال ولا يجبره سجد سهو بخلاف الواجب ولذلك من نسي ركعة وما تذكرها إلا بعد يوم يومين ثلاثة بعد سنة تذكر بأن هذه الصلاة نسي في ركعة صلاة العشاء صلاة ثلاث ركعات يجب أن يعيد الصلاة كاملة وإن تذكرها قريب يعني الفصل قصير يعني تذكرها بعد الصلاة رجع وأتى بهذه الركعة كذلك نسي ركوع مثلا نسي سجدة من سجدات الصلاة فتكون بهذا الصلاة غير صحيحة لا بد أن يأتي بالركن وهذا سنفصله إن شاء الله بشكل أوسع أما الواجب فلا فمن نسي الواجب فإنه يأتي به إذا كان في محله في محل الواجب وإن فاته تلبس بالركن خلاص يعني يستد سجدات السهو يجبراني هذا النقص يجبراني هذا النقص المسألة الأخرى أن أول واجبات الصلاة جميع التكبيرات مع عدة تكبيرة الإحرام في المجلس السابق ذكرت لكم بأن تكبيرة الإحرام حكمها ركن من أركان الصلاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم أما بقية التكبيرات يسمونها الفقهاء التكبيرات الانتقالية فهذه واجب فالراجح من أقوال أهل العلم وذلك لقول بن مسعود رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود وقيام وقعود وكل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود صلى الله عليه وسلم ولذلك أخذ منها العلماء أخذوا من هذه الأدلة وجوب التكبيرات الانتقالية وجوب التكبيرات الانتقالية الواجب الثاني من واجبات الصلاة قول سمع الله لمن حمده وهذا يقوله الإمام و المنفرد يقوله الإمام و المنفرد و يكون سنة في القول الراجح أيضا بالنسبة للمأموم بالنسبة للمأموم و قد ورد في هذا ما يشير إلى أن المأموم يقول سمع الله لمن حمد لكن العمل على أن قول سمع الله لمن حمد يقول للإمام والمنفرد يعني إذا صلى الشخص لوحده منفردا يقول سمع الله لمن حمد وإذا صلى إماما بالناس يقول سمع الله لمن حمد طيب المأموم يقول العمل على أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد لكن ورد بل ثبت ما يشير إلى أن المأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمد وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكبر حين يقوم إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمد حين يرفع صلبه من الركع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد إذن الواجب الثاني من واجبات الصلاة قول سمع الله لمن حمده قول سمع الله لمن حمده الواجب الثالث من واجبات الصلاة قول ربنا ولك الحمد قول ربنا ولك الحمد وهذه يقولها الجميع يقولها الجميع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الإمام والمأموم والمنفرد الإمام والمأموم والمنفرد يقولون ربنا ولك الحمد من أهل العلم ذهب إلى أن هذه واجبة على المأموم فقط أما الإمام والمنفرد قالوا فإنها سنة لهما سنة لهما ويستدل لذلك بحديث أبي هريرة اللي ذكرته قبل قليل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمد حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد وأيضا حديث أبي موسى وإذا قال سمع الله لمن حمد فقول ربنا ولك الحمد قول ربنا ولك الحمد وبالنسبة لهذه المسألة الخلافية والذي يظهر أنه الراجح أن قول ربنا ولك الحمد واجب على الجميع الإمام والمنفرد والمأموم الإمام والمنفرد والمأموم الواجب الثالث من واجبات الواجب الرابع من واجبات الصلاة قول سبحان ربي العظيم في الركوع والواجب مرة واحد سبحان ربي العظيم هذا هو الواجب مرة واحد وما زاد فهو سنة ما زاد فهو سنة وأقل الكمال ثلاثة وأدنى الكمال ثلاثة وأعلى الكمال عشرة نقول سبحان ربي العظيم لكن الواجب مرة واحدة فالراجح من أقوال أهل العلم الواجب الخامس من واجبات الصلاة قول سبحان ربي الأعلى في السجود سبحان ربي الأعلى في السجود والواجب أيضا مرة واحدة وما زاد فهو سنة وما زاد فهو سنة والدليل على ذلك حديث حديثة بن اليمان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتمني أصلي وهذه الصلاة عليه الصلاة والسلام الواجب السادس من واجبات الصلاة قول رب اغفر لي بين السيدتين وهذا هو الراجع من أقوال أهل العلم جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن هذا الدعاء سنة والقول الراجع بأنه واجب لأنه ذكر بين ركنين واضب عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر بين ركنين واضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك جاء في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول بين السيدتين رب اغفر لي رب اغفر لي الواجب السابع من واجبات الصلاة التشهد الأول التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية كما لا يغفى عليكم لأن عندنا الصلوات ليس فيها إلا تشهد واحد مثل صلاة الفجر وأيضا مثل السنن السنن وصلاة الجمعة وصلاة العيدين وهكذا لكن الصلاة الثلاثية والرباعية يكون فيها تشهدان التشهد الأول هذا واجب في الراجع من أقوال أهل العلم في الراجع من أقوال أهل أنه واجب والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نسيه جبره بسجدتي أسهو جبره بسجدتي أسهو وهذا التشهد يأتي به المصلي يأتي بالتحيات وهي التحيات لله والصلوات والطيبات سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهدوا أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عبده ورسوله هذه صيغة التشهد الأول ويكتفي بهذا وهذا قول جماهر أهل العلم هناك من ذهب إلى سنية الاتيام بالصلاة الإبراهيمية قال ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان يأتي بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول عمم أن العمل على الاكتفاء بهذا هذا يسمى التشهد الأول هذا من واجبات الصلاة والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام جبره بسجدتي أسهو لما نسيه وما عاد إليه نسيه وما عاد إليه الواجب الثامن من واجبات الصلاة الجلوس للتشهد الأول لحديث ابن مسعود الذي مر معنا إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله لحديث رفاعة بن رافع فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد هذه واجبات الصلاة بارك الله فيكم من تركها متعمدا بطلة صلاة ومن تركها ناسيا فإنه ينظر فإن كان في نفس المحل أتى بها ما لم يتلبس بركن فإذا تلبس بركن لا يعود إليه عندنا سنن الصلاة الآن انتهينا من ذكر الواجبات عندنا الآن سنن الصلاة طبعا سنن الصلاة على قسمين سنن قولية وسنن فعلية والسنن هذه لو تعمد المصلي ترك سنة من السنن أو ترك سنن الصلاة صلاة صحيحة لكنها ناقصة ونقصانها على قدر فوات هذه السنة على قدر فوات هذه السنة ولذلك من تركها متعمدا فلا شيء عليه لكن أبد أن يعلم بأن أجر الصلاة لا يكون إلا على قدر اتيانه أيضا بهذه السنن أما من تركها ناسيا فالصحيح من قول أهل العلم أنه لا يسجد لي السهو له هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن من نسي سنة من سنن الصلاة فإنه يجبرها بسجدتي السهو بالنسبة لسنن الأفعال أولا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وأيضا عند القيام من التشهد الأول رفع اليدين الله أكبر هذه سنة طبعا التكبير تكبير الحرام ركن يعني لو أن شخصا قال هكذا الله أكبر نوى تكبير الحرام من عقدة صلاة لكن من السنة أن يقول الله أكبر كذلك إذا جاء للتكبيرة الانتقالية لو ما رفع يدي قال الله أكبر أتى بالواجب فلابد أن نفرق لأن بعض الناس يعتقد بأنه لا بد يعني يعتقد بأن رفع اليدين واجب لا هذا غلط رفع اليدين سنة رفع اليدين سنة إذا رفع اليدين ورفع الأيدي في الصلاة يكون في أربعة مواطن الأول عند تكبير الإحرام هذه بداية الصلاة عند تكبيرة الإحرام الله أكبر الثاني عند كل ركوع في كل ركعة لما يأتي المصلي يركع يرفع يديه في كل ركعة الثالث عند الرفع من كل ركوع في كل ركعة سمع الله لمن حميد الرابع عند القيام من التشهد الأول عند القيام وهذا ثبت فيه حديث حديث من عمر فهو ثابت ولذلك مالك بن الحويرث كان إذا صلى كبر ورفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ذلك فحديث مالك بن الحويرث فيه ثلاث مواضع يرفع فيها المصلي يديه الحديث بن عمر يضيف إلى هذه المواضع الثلاثة موضعا رابعا وهو عند القيام من التشهد الأول عند القيام من التشهد الأول السنة الثانية وضع اليمين على الشمال وجعلهما على صدره حال قيامه وضع اليد اليمنى على اليسرى هكذا عند منطقة الصدر وليس عند النحر كما يعتقد بعض الناس لا هذا النحر يقولون يقول تعالى وصل لربك وانحر لا النحر الذبيحة الأضحية الهدي أما يعني من وصف الصفة صلاة الله سلم فيذكر على الصدر لا يبالغ ولا يضعها تحت السر لأن الحديث فيه ضعيف حديث علي بن أبي طالب حديث ضعيف وإنما يضعها هنا على الصدر في منطقة الأضلاع هذه يضع اليمين على الشمال وضع يد اليمنى على يده اليسرى من السنن أيضا أن ينظر إلى محل سجوده لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة وصلى فيها ما فارق بصره محل سجوده صلى الله عليه وعليه وسلم كذلك من السنن أن ينتصب قائما أو عفوا من السنن أن يفرق بين قدمه قائما بحيث يجعل ثقل جسده على عاقبه فلا يعني يفرق بين رجليه ولا يجمعهما شوف بعض الناس الآن إذا جاء يصلي فرق بين قدمه وبعض الناس يلصق قدع هذا غلط وإنما يعتدل بحيث ينصب الجسم على العقبين كذلك أن يقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع أن يقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع بمعنى أن يلقم كفيه ركبتيه يلقم كفيه ركبتيه وهذا هو الضابط الذي ذكرناه في أركان الصلاة أن ضابط الركوع الذي يتحقق به الركنية هو أن يمكن يديه من ركبتيه لكن لو ركع شخص الآن وما وضع يديه على ركبتيه لو ركع مثلا شخص مصلي لو ركع مصلي وما وضع يديه على ركبتيه صحت صلاته لكن ترك السنة ترك السنة أيضا من السنة أن يمد ظهره حال الركوع أن يمد ظهره حال الركوع بحيث يجعل الرأس حيال الظهر يجعل رأسه حيال ظهره رأسه حيال ظهره كذلك المجافى عند السجود بحيث يجافي عضديه عن جنبيه يرفع يديه هكذا يرفع يديه وهذا طبعا إذا كان يصلي لوحده أو كان إماما أما إذا كان مأموما مثلا فإنه سيضر بمن حوله لذلك يترك هذا ما يجافي مثل ما يفهم بعض الناس محبين للسنة لكن يخطئون فهو مع جماعة المسجد طبعا في غير زمن كورونا الآن زمن كورونا يستطيع الإنسان لأنه في تباعد بين المصلين في تباعد ولذلك يعني يستطيع يجافي يجافي هذا في ماذا بالنسبة للإمام بالنسبة لمن يصلي منفرد أما إذا كان المأموم بجواره عن يمينه وعن يساره آخرون فإنه لا يجوز له أن يؤذي الآخرين وإنما يترك هذا لأن فيها ضرر على الآخرين كذلك من السنن الإشارة بالأصبع حال التشهد أن يشير بأصبعه حال تشهده وأيضا أن ينظر إلى أصبعه والإشارة بالأصبع وردت فيها صفات منها أن يحرك الأصبع منها أن يحركها شديدا منها أن يميل بالأصبع بهذه الطريقة كما جاء في السنن والحديث وإن كان مختلف في إسنادي لكن حسنه جمع من أهل العلم هكذا وفي حال في صفتين يجمع الخنصر هذا الخنصر والبنصر والوسطى ويضع الإبهام عليها لاحظ الخنصر والبنصر والوسطى مع الإبهام عليها ويشير بأصبعه الحال الثاني أن يحلق بين الإبهام والوسطى وأن يجمع الخنصر والبنصر الخنصر والبنصر وهذا التحليق بهذه الطريقة في بعض الناس سأنبع عليها في بعض الأخطاء يسمع عن التحليق يقولون التحليق يقولون التحليق هكذا أن تجعل حلقة هذا غلط هذا فهم مغلوط يقول أن تجعل حلقة لا التحليق هذا هو هذا هو التحليق فيشير بأصبعه وينظر إلى الأصبع حال التشهد كذلك من السنن التورك التورك في التشهد الأخير لكل صلاة فيها تشهدان لاحظ يعني الفجر ما تتورك في الراجح من قول أهل العلم لكن بقية الصلوات تتورك فيها والتورك هو أن يدخل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى ويجلس على إليته يجلس على إليته هذا هو التورك هذا هو التورك أما السنن الفعلية أما سنن الأقوال عفوا هذه كلها سنن فعلية أما سنن الأقوال أولها دعاء الاستفتاح دعاء الاستفتاح والدعاء الاستفتاح له صيغ كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إلى غيرك هذه صيغة الصيغة الثانية اللهم باعد بيني وبين خطايات إلى آخر الدعاء وفي هناك أدعية ثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها في قيام الليل كان يأتي بها في قيام الليل مثل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه اختلفون اهدني لما اختلف فيهم من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقل وإذا كان يأتي بها نسلم في قيام الليل أيضا التعوذ قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا يقال في الركع الأولى فقط والاستعاذة سنة كذلك البسملة البسملة سنة والبسملة في الفاتحة أو في غير الفاتحة سنة أيضا قول آمين في آخر الفاتحة قول آمين في آخر الفاتحة كذلك من السنن الزيادة على الفاتحة في الركعتين الأوليين من الصلاة الثلاثية والرباعية أما في الركعة الثالثة والرابعة فالعمل على أنه يكتفى بالفاتح وقد ورد ما يفهم منه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ أيضا في الركعة الثالثة والرابعة شيء زيادة على قراءة الفاتحة كذلك الزيادة على تسبيحة الركوع قلت لكم قبل أخليل بأن قول سبحان رب العظيم مرة واحدة في الركوع واجب الزيادة سنة كذلك قول سبحان ربي الأعلى أيضا في السجود الزيادة على ذلك سنة كذلك الدعاء قبل السلام بعد التشهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة أدعي قبل السلام يعني بعد ما ينتهي من التحيات منها اللهم بعد بيني وبين خطاياك منها نعم منها اللهم يعود بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحية والممات ومن فتنة المسيح الدجال هذا الحديث كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه الصحابة كما يعلمهم الفاتح من القرآن حتى بعض العلمة ذهبوا إلى وجوبه ولكن الراجح بأنه سنة أيضا حديث أبي بكر اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني أنك أنت الغفور الرحيم أيضا اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أدعي كثيرة ثابتة والنبي عليه الصلاة والسلام قال ثم يتخير من الدعاء ما شاء يتخير من الدعاء ما شاء لعلي أكتفي بهذا القدر ذكرت واجبات وسن الصلاة إن شاء الله في المجلس القادم لعلي أتحدث عن نواقض أو عفوا مبطلات الصلاة مبطلات الصلاة ونتناول أيضا بعض الأحكام المتعلقة بهذه الفريضة العظيمة أسأل الله تعالى أن يبارك لي ولكم في الأعمال والأعمال كما أسألوا جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا إنه خير مسؤول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته